تفتكروا ايه السبب اللي خل حسين الشحات يضرب محمد الشيبي وما هو رد فعل النادي الاهلي وما رد فعل النادي بيرامدز وماذا فعل الشحات بعد ارتكابه لهذه الجريمة وبماذا صرح الشيبي بعد نهاية المباراة والاهم من كل ده ما هي العقوبة اللي وقعتها ربطة الاندية على الشحات كلنا فجئنا بعد نهاية المباراة الشحات رايح للشيبي وسبله بالدين ايوة زي ما انت سمعت كده الشحات اللي عنده علامتين صلاة في راسه سب الدين للشيبي ولان الشيبي محترم ما ردش عليه وتركه الا ان الشحات اوقفه بيده وباليده الاخرى صفعه على الوجهة الشحات عمل كده بكل سهولة وغادر ومش همه بل راجع يتخانق في اقدار بيرامدز اللي بيدافع عن الشيبي في مشهد همجي وهزيل جدا طبعا لان الفعل ده كان متصور باكتر من كاميرا الشحات اتفضح وعلى طول ادارة الاهلي طلبت من الشحات وهم لسه في الاستاد التوجه للشيبي والاعتذار له امام الصحفيين عشان المبادئ الزائفة والكلام الفارغ بتاعهم ده وهم اصلا ما عندهمش مبادئ ولا اخلاق ما علينا انا لسه برضو ما جاوبتش ليه الشحات ضرب الشيبي بص قبل ما جاوبك لازم تعرف المشكلة اللي حصلت قبل كده في الصبر المصري في الامارات بين برامدز والاهلي حصل ايه بقى ان كان فيه لاعب من الاهلي واقع على الارض والقرى كانت بين اقدام الشيبي ولم يخرجها خارج الملعب عشان شعر ان لاعب الاهلي مش مصاب وبيمثل بيدعي الاصابة من اجل اهدار وقت المباراة وعشان كده الشيبي كمل الهجمة وسددها على مرمى الاهلي والفعل ده محبوش لاعب الاهلي اللي على طول كلهم تهجموا عليه وضربوه بما فيهم اللاعب اللي كان مصاب وملقي على الارض وده دليل ان الشيبي كان عنده حق وانه كان صادق لما اعتقد ان لاعب الاهلي بيمثل وبيدعي الاصابة ولم يخرج الكرة خارج الملعب الامر موقفش عند كده وبس جمهور الاهلي ايضا اعتدى على الشيبي بالسب ورميه بكرارات المياه وبعد نهاية الفيضية حضية محدش من مسؤولين الكرة في مصر جاب للشيبي حقه ودي كانت رسالة واضحة من مسؤولين الكرة للاعبين الاهلي اضربوا اي حد براحتكم وبلطجوا على الناس انتوا جماهركم ماتخفوش محدش هيعاكبكم واستمرت العداوة والسب الى وقتنا هذا وحتى المباراة بتاعة الامس الشيبي بالامس بقى احرص جول في الاهلي وبيحتفل احتفال عادي جدا طبيعي جدا لعب اتشتم ولما انتصر حب بيرد زي اي لاعب بيرد باحترام جدا على الجماهير اللي بتسبه واستمرت في ذلك الامر بقى معجبش الشحات اه انت تتشتم وتتهزق وتتهان وما تردش علينا احنا الاهلي انت مين احنا محدش يقدر علينا الامر وصل بالتهديد من الشحات للشيبي وقال له ان لو كنت بدأت المباراة كنت قسرت رجلك زي ما صرح كده الشيبي على حسابه الرسمي وحكى كل اللي ذكرناه بالتفصيل طيب قبل ما اقول لك عقوبة ربطة الاندية المضحقة اللي اوقفت حسين الشحات اقاف مباريتين فقط جات ازاي خلينا اقول لك ان فور صدور هذه العقوبة الغريبة باقاف الشحات مباريتين فقط في وقاء الضرب وسب الدين تستوجب عقوبة كبيرة ان المستشار القانوني لنادي بيرامدز تضامن مع محامي السفارة المغربية في البلاغ الجنائي الذي تقدم به في النيابة والشرطة ايوان زي ما سمعت كده هذه الوقعة تستحق الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفقا للقانون المصري طالما قانون الرياضة والتحاد الكورة مش هيجيب حق الشيبي يبقى الشرطة تجيبه احسن ده قبل كده شيكبالا قال لمسؤول اتحاد الكورة انت اهلاوي اوقفه 8 شهور كلمة ما فيهاش سب وتوقف المدة دي كلها يجي الشحات بسب الدين ويتعدى على لاعب بصفعه على الوجه والعقوبة تكون اقاف مباريتين فقط ده اللي خلى شيكبالا النهاردة يعلق ويقول قانون ساكسونيا في اشارة للظلم اللي بيحصل ومجملة الاهلي اللي فوق القانون انا عندي هنا بقى شوية اسئلة لو كان الشيبي هو من ضرب واعتدى على الشحات ماذا كان سيحدث للشيبي هل كادت العقوبة ان تكون مباريتين فقط هل كنا سنرى الاعلام يدافع عن الشيبي مثلما يدافع الان عن الشحات انا مستني اجاباتكم في التعليقات وبطلب من كل واحد بيتفرج على الفيديو ده يعمل لايك وشير بسرعة وفي كل مكان حتى يرى الجميع سطوة الاهلي وبلطجة هذا اللاعب حتى يتم تطبيق العدل والقانون وتصل هذه القصة الحقيقية للجميع وتابعوني عشان يوصلكم احدث الاخبار وكل التفاصيل